الحصون الجماعية بالمنطقة قديمة جداً يعود تاريخها إلى عدة قرون استمد أهميتها من هذه العراقة ومن كذلك من الجانب الهندسي والجانب المتعلق بنظام تسيير حيث هناك مجموعة من الأهليات منها جماعة إنفلاس الأمين لوح القبيلة هذه المعاليم لها أهمية كبرى بإقليم شتوكا إتباعها وكذلك بمنطقة الأطلس الغربي عموما وقدركم كا يستمد أهميتهم بين هذه المخازين باعتباره أول حصن يكون موضوع دراسة عدها أحد الفرنسيين في عهد الحماية وهو روبير المونطاني حيث قام بطبع كتاب حول هذه المعلامة اسمها ماجازان كوليكتيف دولونتي أطلس لقدركم كطبعة ألف وتسعمية وثلاثين الناس كانت جي كتخزن هنا الحبوب ديالها و الممتلكة الغالين عندها اللي عندها غالين في الدار كانت جي كتخزنهم هنا أغادير أغادير عنده الأهمين دياله كيتكلف به واحد السيد سميته الأهمين كيحل الناس في الصباح وكيسد في العشية وكيين واحد المجلس اللي سميته مجلس إنفلاث هما اللي عندهم مثلا كيتكلفوا بالقوانين ديال الأغادير كيتكلفوا هما اللي يحكمون كيجي جي وحدة الجامعة ديال الأه إنفلاز كيجي من كل عائلة كيجي واحد المندوب ديالها كيجتمعوا إلا كانت شيئا على ما يجتمعوا كيجتمعوا هما كيحكموا بحل شكل ديال القاضاء هما كيحكموا شيء واحد دار شيء خطأ ولا شيء حاجة هما كيحكموا عليه وبالنسبة للأمين الأمين كيحل اللي ققت ماجيتي كي تخزن كي يقلس حداك كي يقلس في الباب تا كدخل المحل ديالك كتخزن في ذاك شي لغا كتتخزن وكتخرج عودة يعني كسب المحل ديالك في أمان الله يواح يفضيه وبالنسبة للمحلات الأخرين ما مسموحش ليك باش تمشي تطل في واحد المحل دير واحد الإنسان هاد شي الناس كي يخزنوا الفلوس ديالهم المجوهرات ذاك شي اللي عندهم تامين المسائل تامينة كي يجيبوها كي يخزنوا هنا كي يخزن مثلا لعسل السمن الحبوب مختلف أنواعها فيما يتعلق بالجانب السياحي قديركم كي أتبر مزار للعديد من السياح الجانب وكذلك المغاربة اللي عندهم رغبة في التعرف على هذا المورد الثقافي وكذلك مجموعة من الطلباء والأساسي للباحثين وكذلك طلاب المدارس بالإقليم وخارج الإقليم طبعا ما زال هناك حاجة إلى وضع نظام بيري اللي غير ينظم هاد النشاط في أفوق أن هاد النشاط السياحي يكون محرك العجلة الاقتصادية بالمنطقة ويكون واحدة رافعة لاقتصاد المحلي اشتركوا في القناة